موسيقى 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 لآن انتهينا من تحضير الأفكار صار في قبول للأفكار صار في تعاون صار في قبول أنه نفرد لها ميزانية وموارد وأنه بتدئب تطبيق هاي الأفكار صدقوا أو لا تصدقوا الآن يبدأ الابتكار الحقيقي كل اللي مرينا فيه من إيجاد فرص وإيجاد أفكار أو البحث بهاي الأفكار واختبارها كل هذا كان داخل الدائرة هذا عمل داخلي الابتكار الحقيقي مثل ما تكلمنا أول يوم ليس هو أفكار فقط بل هو أفكار يتم تطبيقها وتحقيق النتائج وأكثر من 70% إذا مش أكثر أحيانا ببعض الدول من الأفكار الجيدة تفشل بعد هاي المرحلة تفشل بعد مرحلة أنه وجود فكرة ممتازة وتم قبولها ودخلنا في مرحلة التطبيق متى تفشل؟ تفشل في مرحلة التطبيق والتنفيذ مرحلة التطبيق والتنفيذ ليست مسلية ولا ممتعة مثل المراحل الأخرى ولا فيها آليات مختلفة مثل المراحل الأخرى ولا فيها خروج خارج الصندوق بل هي من أهم أساسيات العمل الحكومي وأكثرها ضعفا في أحيانا في المؤسسات الحكومية اللي هي القدرة على أخذ فكرة معينة وتنفيذها بمشروع واضح ومقنن وتنفيذها في خلال وقت معين وفي خلال موازنة معينة فلما نتكلم على التخطيط والتنفيذ في هذه المرحلة بنتكلم على مرحلة حساسة تفشل فيها أكثر من 70% من الابتكارات فلا يمكن هنا نتكلم عنها بشكل بسيط لأنه ما فيها شيء ممتع لازم نشوف هاي التولز نشوف هاي الأدوات في كتير من الأدوات التي تكلمنا عنها ونتكلم عنها موجودة معنا في هذا المصاق في أدبيات ومنشورات ومكتيبات موجودة في هذا المصاق بتساعدنا بالحصول على هذه الأليات اللي حنستخدمها لكن عندما نتكلم بتنفيذ المشاريع أساس تنفيذ المشاريع هو أسس إدارة المشاريع هل لدينا برمجيات معينة لإدارة المشاريع هل لدينا خبرات في فريقنا اللي حينفذ هذا الكلام بإدارة المشاريع التفصيلية بتحديد الموارد تحديد الأوقات تحديد مخاطر المشروع دراسة الوقت المحتاج لهذا المشروع غالبية المشاريع الحكومية بتتأخر بالتنفيذ و بتكون over budget على التنفيذ و بتزيد الموازنة فيها فالتحدي الكبير اللي موجود أمامنا كيف بعد ما تعبنا و وصلنا بكل هاي الأفكار المتميزة اللي ممكن تحسن حياة الناس كيف ننفذها بشكل احترافي كيف ننفذها بشكل يتماس مع الموازنة الموجودة معنا كيف ننفذها بشكل ينتهي بالوقت المحدد له لا تستهينوا بإدارة المشاريع إدارة المشاريع علم و مهارة و لديها أدوات و لديها متخصصين و لابد يكونوا معنا في هاي المرحلة لبناء خطة مشروع و خطة تنفيذية متكاملة يكونوا على علم كامل بكافة المخاطر اللي ممكن تشوفوا في المشاريع هذه هذه مخاطر كثيرة بتأثر على هذه المشاريع و كل المشاريع بتعارضها بتواجه هاي المشاكل كيف يكون هنا خطة لإدارة هاي المخاطر من مقاومة التغيير إلى غياب بجت إلى تغييرات معينة في المناخ أو بيئة العمل كل هذا كلام لازم يكون موجود عندنا في خطة واضحة و ما عم نتكلم خطة هنا عن جدول جدول زمني نضع على ورقة واحدة انسوا هذا الجدول الزمني هذا ليس خطة إدارة مشاريع هذا جدول زمني خطة إدارة المشاريع فيها موارد وقت مخاطر فيها أليات معينة فيها أليات متابعة فيها أليات قياس أذاء فيها أليات رصد هذا المطلوب بهذه المرحلة الأساسية و الحساسة الآن بدنا ننتقل لمرحلة بعد ما وصلنا لمرحلة طبقنا الابتكار وابتدأ على أرض الواقع هل انتهت دورنا؟ هل انتهت دورة الابتكار؟ لا يزال فيه خطوة ثاني بنموذج الابتكار الخطوة القادمة التي سنتكلم عنها الآن هي خطوة التي لها علاقة بتعزيز و ثنمية الابتكار ماذا نعني بذلك؟ لحد الآن طبقنا ابتكار معين سواء كان في الحافلات أو الباصات سواء كان في مدرسة معينة غيرنا مناهج سواء كان في مستشفى معينة غيرنا آليات استقبال المرضى طبقنا ابتكار في مكان معين و نجح من أصعب و أكبر التحديات اللي بواجهها المبتكرون في العالم كيف نأخذ ابتكار؟ تقديم خدمة جديدة؟ تقديم منتج جديد؟ كيف نأخذه من مكان نجح فيه؟ و نعممه؟ اللي هو بنسميه لسكيلينغ كيف نعمم هذا الابتكار اللي نجح في مكان واحد و ننشره ليصبح ممارسة بكل دوائر الدولة؟ صعب جدا هذا حتى بيواجهها القطاع الخاص كيف القطاع الخاص ينجح في منتج معين و حيانا القطاع الخاص في محلات تجارية بيجرب منتج معين خدمة معينة في محل واحد كيف ينقل نفس الخدمة لكل المحلات بنفس الدقة، بنفس الجودة، بنفس النوعية مع اختلاف البيئة في محلات أخرى مع اختلاف القدرات هنا بيجي عندنا دور اللي بيسموه لسكيلينغ اللي هو النشر القدرة على أخذ فكرة معينة ناجحة في مكان واحد و نشرها و الكثير من الابتكارات الحكومية اللي بنشوفها اللي بتكون ممتازة بتظلها موجودة في المكان اللي ولدت فيه و لا تنتشر لأنه لو طبقنا شيء معين في مدرسة معينة قد يكون أهل المدرسة هذي متفتحين قد يكون عندهم تقنيات معلومات أحسن قد يكون لديهم مدير متميز لما ننقل التجربة لمدرسة أخرى ما بتنجح الممكن المدير هناك ما عنده نفس الفكر كيف ناخد هاي التجربة الموجودة في مدرسة معينة أو في خط بساط معين كيف ندونها كيف ندون التدريب والمهارات اللي موجودة في الأشخاص اللي تعاملوا معها كيف نبني رؤية واضحة لتشجع كل الناس على التعامل معها كيف نبني نموذج تطبيقي واضح يمكن نقله و كيف يمكن بعدين ننقل هاي التجربة من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة أخرى و ننشرها لكل مدارس الدولة هذا الموضوع صعب جدا فيه تحديات كبيرة و بيحتاج فريق متخصص بنشر هذه الممارسات و بعدين بيوصل عندنا مرحلة لما نوصل لنشر هاي الممارسات و نعممها على كل مؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال مقدر نقول بلشنا في تطبيق الابتكار الناجح لكن لا يمكن العمل هذا كله إلا إذا كان فيه رؤية واضحة على المستقبل لأنه احنا هنتحول الآن من فريق مبتكر خلاق بيفكر بأفكار جديدة بيعملها مشاريع تنفيذية و بيسوي لها خطة واضحة هننتقل إلى فريق ينتقل فيه بدون أساسات مختلفة من الدولة بيحاول ينقل فكر معين و ممارسة معينة فلابد يكون في عنا خبراء في إدارة التغيير و خبراء في التسويق و التوصيل المعلومات الصحيحة لابد يكون لدينا رؤية واضحة لابد يكون في عنا دعم من القيادة العليا سواء كوزير أو مدير منطقة أو ما إلى ذلك فكل هذه العناصر لازم تكون موجودة حتى نقدر ننشر ابتكارنا من المكان الذي نجح فيه في البداية إلى كل المؤسسات الحكومية الأخرى و لما ننشر هذا الابتكار و هيكون هذه فترة زمنية طويلة قد تمر سنة سنتين حسب نوع الابتكار و حسب نوع الخدمة لما ينتشر هذا الابتكار و يصير ممارسة موحدة بعدين بننظر للخطوة الأخيرة في عناصر الابتكار في الجدول الحكومي اللي هي تغيير الأنظمة لحد الآن قبل ما نوصل لهذه المرحلة لحد الآن لم نغير الأنظمة لحد الآن إحنا طبقنا ممارسة جديدة و ألية ابتكارية جديدة و طبقناها بشكل متميز و نجح لكن في كثير من الأنظمة و القوانين اللي يمكن بحاجة لإعادة كتابة حتى تكون هاي الممارسة جزء من السياسات العامة المتقبلة في كثير من الأنظمة يجب تغييرها لا يجب أنه نغير الأنظمة بشكل سريع لأنه في عنا فترة معينة يجب أنها تمر حتى نتأكد من فعالية و قدرة هذا الابتكار عن نجاح في كثير من الحالات كنا نشوف دراسات ابتكارات معينة تنجح و توفر الخدمات الجديدة و توفر قيمة مضافة لكن بعد فترة معينة نشوف نتائج سلبية ظهرت من هذه الابتكارات خلينا أعطيكم مثال عساس نضمن أنه ما نغير الأنظمة بشكل سريع إلا بعد ما ننتظر لفترة معينة و نجمع معلومات و حقائق لنضمن من نجاح هذا الابتكار و عدم وجود أي أثار جانبية نتكلم على الأثار الجانبية في أستراليا كان في عندهم واحدة من أكبر المشاكل في المحاصيل الزراعية في ولاية كوينزلند و أحد من أكبر المشاكل في المحاصيل الزراعية اللي هو محصول لقصب السكر اللي كان الشوكركين كان فيه آفة معينة دائما بتقضي على هاي المحاصيل و هاي الآفة المعينة عبارة عن حشرة بتقضي على هاي المحاصيل حاولوا يستخدموا ببدلات حشرية حاولوا يستخدموا كثير من الأمور التقنية ما نجحت معاهم لحد ما أحد الأشخاص في الحكومة وصل لابتكار معين و توصلوا لقناعة أنه في نوع من أنواع الضفاضع اللي هو الكينتود هذا الضفضع بيقضي على كل هذه الحشرات فبسياسة حكومية استوردوا مجموعة من هذه الضفاضع إلى أستراليا هذه الضفاضع ما كانت موجودة في أستراليا جابوا مجموعة من هذه الضفاضع إلى أستراليا و وزعوها في محاصيل اللي بتجرع فيها القصب السكر و فعلا نجحت هذا الابتكار ابتكار لما تتفكر أنك تأتي بمخلوق جديد موجود ما كان موجود في بيتك تدخله عشان يساعدك في يكون هو نوع الأنواع الطبيعي لمبيدات حشرية هذا ابتكار و نجح و قضى على كل الآفات اللي كانت تتخلص على المحصول لكن ماذا حصل بعد سنتين من التطبيق لما حاولوا يغيروا الأنظمة و يعتمدوا هاي الممارسة و يقولوا الآن سنعتمد على هذا الضفضع بعض الأثار الجانبية هذا الضفضع دمه سام لا يوجد شيء في الهرم الحيواني بيقضي على هذا الضفضع معناها قتله غير ممكن اللي يموت موته طبيعية فاللي حصل لما تكون في بيئة جديدة و لا يوجد أي شيء في البيئة الأسترالية يقضي على هذا الضفضع اللي حصل صلى عندهم آفة من الضفاضع الكينتود اللي غطت كل المساحات فخلصوا من الحشرات اللي كانت تقتل المحاصيل لكن أصبحت غالبية الولاية شوارعها مغطاة شمالها بهذا الضفضع فبقضاء على مشكلة معينة بطريقة ابتكارية خلقوا مشكلة أخرى فاضطروا أنهم يغيروا و يعيدوا و ما غيروا القوانين و صارت تحدياتهم كيف يقاوموا هذا الضفضع الآن و يغيروا هذا بس مثال بسيط عشان نعطي تحذير ما كل الابتكارات بتسوي أثار جانبية غالبية الابتكارات بتنجح نجاح باهر لكن بعض الابتكارات فيها أثار جانبية لازم نكون مدركين لها و لازم ننتظر وقت معين حتى ننظر لهذه الأفكار الجانبية كيف بدنا ننجح به دراسة الابتكار و هل هو كافي أو غير كافي هذا الابتكار لابد في هاي المرحلة من إشراك كل أصحاب العلاقة شواركات القطاع الخاص المجتمع المدني لابد من إشراك كل أصحاب العلاقة فالابتكارات الحكومية ليست حكرا على المؤسسات الحكومية هي ابتكارات تمثل المجتمع فلابد يكون في عنا ألية دائما للتشارك و جمع المعلومات و كل عناصر العصر الرقمي اللي تكلمنا عنه في الدرس الأول كل العناصر بتساعدنا في جمع التغذية الراجعة و دائما يكون فيه تفكير و نترككم بآخر فكرة أنه الابتكار ليس خط مستقيم بل هو عملية تعلم مستمر و هو السعي الأفراد و المؤسسات الحثيث لإيجاد دائما خدمات جديدة كل ما تكلمنا عنه و كل ما ذكرناه موجود في أدبيات ممكن الاطلاع عليها ممكن نناقشها على مناطق الحوارات و أيضا موجودة كثير من هذه الأليات اللي لابد من ممارستها و الطريقة الوحيدة اللي ندرب نفسنا على هذه الأليات و على هذا المنحن الابتكار الممارسة 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 فهو غير ما نتكلمنا هو عضلة يجب تقويتها و تدريبها و ليس موهبة